بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 22 معكم معلمتكم العنود الاعتابي ونرحب باستاذة لغة الإشارة نسرين النصار بإذن الله اليوم سيكون درسنا عن حساب التغير في المحتوى الحراري نحن في الباب الثاني ووصلنا إلى الدرس الرابع حساب التغير في المحتوى الحراري فكرته الرئيسة يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات باستعمال قانون هس بإذن الله سنتعرف عليه اليوم ماذا تعلمنا في الحص الماضية؟ تعلمنا كتابة المعادلات الكيميائية الحرارية تغيرات الحالة المعادلة الكيميائية الحرارية وتغيرات الحالة وأيضا تفاعلات الاحتراق اليوم بإذن الله قانون هس ومسائل تدريبية إذن فكرتنا الرئيسية يمكن حساب التغير في المحتوى الحلاري للتفاعلات باستعمال قانون هس الهدف الأول تطبق قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحلاري لتفاعل ما الهدف الثاني توضح المقصود بحرارة التكوين القياسية ستكون بإذن الله في الحص القادمة تحسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل مستعمل المعادلات الكيميائية الحرارية والهدف الرابع بإذن الله في الحص القادمة تحسب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل باستعمال بيانات حرارة التكوين القياسية التآصل وهي ظاهرة وجود شكل أو أكثر لعنصر بتراكيب وخصائص مختلفة عند الحالة نفسها مثل الغرافيت والألماس المفردات الجديدة اليوم بإذن الله ستكون قانون هس بسم الله نبدأ لعلك قراءة قصة مكونة من أكثر من جزء لا تستطيع أن تكمل الجزء الثاني حتى تقرأ الجزء الأول ولأن الأحداث ستكون مرتبطة بعضها ببعض إذن نبدأ أن تقرأ الجزءين أو ثلاثة أجزاء حتى تفهم القصة كاملة بعض التفاعلات تشبه ذلك التفاعل الواحد ممكن أن يأتيني على خطوتين أو أكثر من خطوتين إذن يمكن فهمها بشكل أفضل إذا نظرت إليها في مجموع تفاعلين بسيطين أو أكثر مثال على ذلك هذا التفاعل الأساسي لاحظ أننا نستطيع تقسيمه إلى جزءين حتى يعطيني في النهاية التفاعل الأخير وبنفس الطريقة ستكون محتوى الحرارة سنقوم بجمعها مع بعضها البعض إذن سنتعرف اليوم عن الطريقة لكتابة هذه المعادلات وحلها في البداية من هو العالم هس هو عالم كيميائي روسي اسمه جيرمان هنري هس قانون هس في الكيمياء يعبر عن القانون الذي يصف أن التغير في الطاقة في التفاعل الكيميائي الكلي يساوي مجموع التغير في الطاقة في كل طرف من أطراف التفاعل الكيميائي إذن لدينا عدة أطراف لدينا تغير في الطاقة ومجموعها كلها سيساوي قانون هس وهذا هو العالم هس لاحظ مثلا لدينا هذا التفاعل بين غاز الأكسجين وغاز النيتروجين سيعطيني غاز أكسيد النيتريك إذن لدينا طرفان ولدينا التفاعل الكلي إذن يعتمد قانون هس على العديد من الحسابات الكيميائية التي قام بوضعها العالم هس أيضا يقوم هذا القانون على قياس التفاعلات الكيميائية الواقعة تحت ضغط ثابت وضع دائرة أو مربع حول ضغط ثابت هذا الضغط يتساوي مع كمية ثابتة من التفاعلات الكيميائية أي أنه يعتمد على حساب عدد الخطوات في هذا التفاعل يعني أن حرارة التفاعل هذه تعتمد على خواص تلك المواد التي يتم تفعيلها معا وتلك التي تنتج كذلك عن تفاعل هذه المواد معا إذن قانون هس يكون من المستحيل أحيانا أو من غير العملي أن تقيس التغير في المحتوى الحراري الدلتا إتش باستعمال المسعر فأحيانا لا نستطيع حسابها بشكل عملي لكن سنستطيع حسابها بشكل نظري لدينا مثلا هذه الصورتين للألماس والقرافيت لاحظ تغير الكربون في صورته المتآصلة الألماس إلى الكربون لاحظ السهم إلى الكربون في صورته المتآصلة القرافيت ونحن نعلم أن الكربون يتحول إلى الألماس فكيف سيتحول الألماس إلى كرافيت إذن هنا تغير في المحتوى الحراري لهذا التفاعل مقال بعنوان السماء تمطر ماسا في زحل السماء تمطر ماسا في زحل هل يحتوي الفضاء على ألماس؟ هل يمكن أن تكون هذه النجمة البعيدة مثلا؟ ماسا؟ هل نحب لمعة الألماس؟ بالتأكيد هل فكرت لماذا يعد أثمن الأحجار بسبب ندرته أساسا في الأرض؟ لماذا يفوق ثمنه الذهب والفضة؟ ماذا لو أمطرت السماء عليك ماسا؟ ماذا لو نزل علينا من السماء؟ سيكون منظر سحري كأفلام الخيال العلمي لكن ستكون قيمته الاقتصادية عندئذ بما أنه كثر عدده سيكون برخص التراب هل يمكن أن يحدث ذلك فعلا؟ نظريا يمكن ولكن ليس في سمائنا نحن ولكن في سماء أخرى من هذا الكون يمكن أن يحدث ذلك فالكون أساسا مليء بالألماس وبالأحجار الكريمة لكنه نادر على الأرض وندرته هو سبب أساسا غلو ثمنه هل نستطيع الحصول عليه في الأرض؟ يتكون الألماس بسبب العواصف الرعدية التي تحول غاز الميثان إلى كربون وهذا ما يحدث في الفضاء هذا الكربون يحدث في الغلاف الجوي حتى يصل إلى ارتفاع ذا كثافة كافية ليتحول إلى غرافيت ثم يواصل مركب الغرافيت نزوله إلى الغلاف حتى يتراكم الضغط والحرارة وتتحول بعد ذلك المادة إلى ألماس ولكن هذا الألماس سيكون قليل للعدد لكن هل يوجد في الأرض؟ هنا السؤال هل يوجد في الأرض؟ نعم يوجد في الأرض يوجد في البراكين ولكن في طبقات السفلية في البراكين إذن ينفق البشر سنويا 80 مليار دولار على الألماس الألماس قديم جدا على سطح الأرض ويرجع تاريخه إلى أول ملياري عام في تاريخ الكوكب الحصول عليه ليس سهلا أبدا بما أنه موجود في البراكين لا نستطيع استخراجه بسهولة وهو موجود في باطن الأرض ضد الضبط في طبقات الوشاح العليا تكون درجة الحرارة فيها عالية جدا يرتفع الضغط أساسا في ارتفاع الضغط وارتفاع الحرارة هو السبب تكون الألماس في باطن الأرض إذن هم العاملان لتكوين طبقات الألماس تحت الأرض ولكن بما أننا نحن بشر ونتأثر بهذه البراكين بسهولة إذن لا نستطيع الوصول إليه بسهولة ولا توجد أساسا لدينا معدات حتى تستخرجه بسهولة لأن المعدات أساسا هي نفسها ستذوب في البراكين إذن يحدث هذا التفاعل ببطء شديد فحدوث الألماس أو تكون الألماس لن يتم في سنة أو سنتين سيحتاج إلى ملايين السنين مما يجعل أساسا من المستحيل أن نقيس التغير في محتوى الحراري عندما يتحول الغرافيت إلى ألماس كم ستكون درجة الحرارة التي احتوت هذا التفاعل إذن سيكون هنا استحالة في حساب التغير في المحتوى الحراري لكن هناك تفاعلات أخرى تحدث في ظروف يصعب إيجادها في المختبر أيضا هناك تفاعلات تعطي نواتج غير النواتج المطلوبة منها أساسا قد يحيد التفاعل عن التفاعل المطلوب لذلك الكيميائيون يستعملون الطريقة النظرية لإيجاد الدلتا إتش لمثل هذه التفاعلات إذن عند استحالة حسابها عندما تعطيني نواتج غير النواتج التي أنا أطلبها إذن سأقوم بحساب النظري للدلتا إتش إذن لنبدأ بسم الله درسنا لأن هذه بداية مقدمة لنفترض أنك تدرس تكوين ثالث أكسيد الكبريد ثالث أكسيد الكبريد ثالث أكسيد الكبريد في الجو عليك أن تحدد الدلتا إتش للتفاعل إذن هذه هي معادلة تكوين ثالث أكسيد الكبريد لا أعرف الدلتا إتش لها لا أعرف الدلتا إتش لها لكن قد يحدث هذا التفاعل بخطوتين إذن التجارب المختبرية التي تجرى لإنتاج ثالث أكسيد الكبريد لتحديد الدلتا إتش للتفاعل ينتج عنها أساسا بخلوط من النواتج أنا لا أريد النواتج الثانوية أريد فقط ثالث أكسيد الكبريت إذن هنا سنستعمل الطريقة النظرية طبعا ما هي هذه النواتج؟ هي عبارة عن ثاني أكسيد الكبريت فأنا لا أريد ثاني أكسيد الكبريت من ضمن النواتج لابد أن أتخلص منها في هذه الحالة يمكن حساب الدلتا اتش باستعمال قانون هس للجمع الحراري ولاحظ كلمة الجمع الحراري بمعنى أنني سأعرف المحتوى الحراري للتفاعلين أو لأطراف التفاعل ثم سأقوم بجمعها للتفاعل الكلي فما هو قانون هس؟ بما أننا قلنا أطراف وجمع إذن عبارة عن حرارة التفاعل أو التغير في المحتوى الحراري تتوقف على طبيعة المادة الداخلة في التفاعل والمادة الناتجة منه وليس على الخطوات أو المسارة الذي يتم التفاعل فيه وسنحسب ونجمع الدلتا اتش الخاصة بهذه الخطوات كيف سنطبق قانون هس؟ يمكن استعمال قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الذي ينتج ثالث أكسيد الكبريت طبعا سنكتب المعادلة الأساسية إذن الخطوة الأولى نحتاج إلى الاطلاع على معادلات كيميائية حرارية معلومة لاحظ تظهر التغير في المحتوى الحراري للمواد الداخلة والمواد الناتجة في التفاعل حساب التغير في المحتوى الحراري له المعادلتان الآتيتان تحتويان على الكبريت والأكسجين وثالث أكسيد الكبريت هذا هو التفاعل الكلي ولكن تم بخطوتين A و B انظر إلى A لدينا كبريت وأكسجين هنا كبريت وأكسجين لدينا الناتج في المعادلة الأولى ثاني أكسيد الكبريت انظر إلى المعادلة الثانية لدينا S أو 3 أو ثالث أكسيد الكبريت وهو هنا ناتج هنا متفاعل وهنا ناتج لاحظ أيضا بما أنه هنا متفاعل أنتج ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين إذن نحن نريد أن نقوم بعكس السهم هنا حتى يعطيني ناتج حسب المعادلة الأساسية إذن في B لابد أن نقلب أو نعكس المعادلة إذن هذه هي المعادلة الأساسية أريد وضع الثالث أكسيد الكبريت في النواتج إذن تبين معادلة التفاعل الكلي أن 2 مول من الكبريت يتفاعلان إذن أعد كتابة المعادلة A لمولين من الكبريت بضرب معاملات المعادلة في 2 لنعود لـ A لاحظ هنا 1 1 1 وفي المعادلة الأساسية 2 إذن سنقوم بضربها في 2 ثم ضاعف التغير المحتوى الحراري لأنه عند تفاعل 2 مول من الكبريت أيضا ستتضاعف الحرارة وتصبح المعادلة التالية A ستتحول إلى المعادلة C إذن قمت بضرب المعادلة A في 2 2 2 وأيضا سأضرب المحتوى الحراري في 2 سيعطيني الناتج سالب 594 كيلو جول أيضا تبين معادلة التفاعل المطلوبة حساب التغير المحتوى الحراري لها أن ثالث أكسيد الكبريت هو ناتج هنا ناتج وليس مادة متفاعلة إذن سنقوم بعكس المعادلة B سنعكس المعادلة B عندما أعكس المعادلة B أيضا لابد أن نعكس الإشارة لدلت أتش تصبح المعادلة كالتالي لاحظ أني قمت بعكس السهم أو أقوم بترتيبها من جديد ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسوجين وهنا أصبح ثالث أكسيد الكبريت من النواتج بعد ذلك هنا الإشارة موجبة سأقوم بتحويلها إلى إشارة سالبة الخطوة التي تليها سنجمع المعادلتين C بعد ضربها في إثنين وD بعد قلبها وعكسها لاحظ ما ستعطيني هذا الناتج إذن اجمع المعادلتين C وD لتحصل على المعادلة المطلوبة شاهد الآن هل يوجد بعض الأشياء المتكررة أو بعض المواد المتكررة هل نستطيع اختصارها؟ لاحظ هنا ثاني أكسيد الكبريت وفي النواتج أيضا ثاني أكسيد الكبريت إذن هكذا تصبح المعادلة الكيميائية الحرارية لاحتراق الكبريت وتكوين ثالث أكسيد الكبريت يتبقى لدي الكبريت والأكسوجين هنا موجود في المتفاعلات يتبقى لفي النواتج ثالث أكسيد الكبريت بالنسبة للمحتوى الحراري هنا سيعطيني الناتج بعدما أقوم بجمع إذن سيصبح الناتج في النهاية للدلتة أتش وهي كانت المطلوبة سالب 792 كيلو جول ستقوم بكتابتها هنا التقويم وضع كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة أو كلمة غير صائبة أمام العبارة الخاطئة وقم بتصحيحها إذا كانت خاطئة يمكن من المستحيل أحيانا أو من غير العمل أن تقيس التغير في المحتوى الحراري للدلتة أتش باستعمال المسعر لا يتفاعل الماء طبعا الإجابة هنا صحيحة ينص قانون هس على أن حرارة التفاعل أو التغير في المحتوى الحراري لا تتوقف على طبيعة المادة الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة منه هنا نقف قليلا نقول أنها تتوقف إذن الإجابة خاطئة ونقوم بتصحيحها ونعدلها نقول تتوقف على طبيعة المواد الداخلة في التفاعل أو المواد الناتجة منه إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا قانون هس مسائل تدريبية نشاط منزلي وضح المقصود بقانون هس وكيف يستعمل لإيجادة لتة أتش نوت أر أكس إن إلى هنا طلاب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم